ثلاث أطراف مهمة يجب أن تتعاون لتنفيذ المشاريع اللي هي البلدية الكويت زين والمجلس البلدي وأيضاً الوزير لأن المشاريع والمواضيع التي تعرض على المجلس البلدي تجينا من الجهاز التنفيذي في البلدية فهذا الموضوع اللي يجينا منهم يجب أن يكون مدروس بناء على القانون 33 على 2016 بأن يكون الموضوع مدروس بشكل متكامل قانونياً وتنظيمياً وخطط هيكلي فهذا المواضيع لما نتين المعاملات والمواضيع مدروسة بشكل صحيح بالإذار طبعاً ننسيت أقول بأن الرأي القانوني يجب أن يكون مشمول فلما نجينا الموضوع بشكل متكامل هذا كله طبعاً رح يساعد نحن في المجلس البلدي باتخاذ القرار المناسب إلا من القرارات تكون واضحة وسليمة نحن نتخذها بعدين المرحلة الأخيرة النهائية هي دور الوزير في اعتماد قرارات المجلس يعني دور الوزير هو قبول أو رف قرارات المجلس البلدي فهناك عنده أيضاً كل وزير عنده لجنة فنية وقانونية تراجع القرارات لأنه في بعضها تتغير بعضها تتعارض بعضها سليمة وأيضاً طبعاً الوزير عادت أن يمثل مجلس الوزراء يعني في مشاريع مهمة ضرورية في مشاريع تنموية تحتاج إلى استعجال في مشاريع أيضاً تحتاج إلى توضيح أبعاد مختلفة فإحنا بودنا بأن هذه المشاريع تمشي بس دور المجلس البلدي أيضاً ودي أرجع نقطة إلى الخلف بأن دورنا إحنا في المجلس البلدي مهم لمشاريع الدولة بشكل عام لأن المجلس يعتبر بوابة هذه المشاريع أي مشروع ينفذ لجهات حكومية في الدولة يجب أن تمر عن طريق المجلس البلدي لتخصيص الأرض المساحة والاستعمال وعلى ضوها تسلم للجهة وبعدين يتبلش في إجراءات تنفيذ هذه المشاريع مشروع طريق لازم مشروع اسكان لازم يمر علينا مشروع أيضاً للكهرباء لازم أي موقع أي شبر يحتاج إلى استعمال يجب أن يخصص عن طريق المجلس البلدي وبعدين يروح للجهة طبعاً تخصيص المساحة والأبعاد والاستعمال فمفروض الدراسة تكون متكاملة إذا هناك تعاون والآن فيه تعاون بيننا فبشكل عام عادةً أكو تعاون على المشاريع الدولة بشكل عام فيوجد تعاون بين جهاز التنفيذي والمجلس وأيضاً الوزراء على اختلافهم فكل مرة يوجد اهتمامات معينة ندفع بالمشاريع الرئيسية في الدولة